أعتقد الحمد لله عندنا كل مقوامات تسمح لنا بهذا حتى بعتبر السلبية بعد السنة اللي فاتت السنة اللي إن شاء الله تحدث النعم الإيجابية أكتر في حاجة تانية مهمة قوي قد تبدو سلبية ولكنها في الواقع من ضمن العوامل اللي ساعدت من الفرقة تبقى كويسة أول فترة اللي فاتت دي بالتحديد وهي أن كان فيه عندنا تضخم في عدد اللعبين من ضمن المميزات اللي تمت الفترة اللي فاتت أنت فرقت الفرقة شوية فرقتها بما لا يضر بما يفيد إزاي كتنزيزه ده بينقلنا الفلسفة لجنة الكورة لجنة التعاقدات ودور حضرتك كمدير رياضي مع الجهاز المدير الفني ومدير الكورة في فترة الانتقالات الشتوية طبقنا عليها ده إزاي بالشكل الأفضل اللي حضرتك قلت في بداية اللقاء أنه ممكن يحقق أو حقق التوازن الفني والمالي إحنا الفترة اللي فاتت دي حسنا أن الفرقة فيها عدد كبير جدا من اللعبين وكلهم من النوعية المميزة يعني أنت لما يسيب لعيب زي أعماد متعب يسيب لعيب مثلا زي حسام غالي عبل كده يسيب لعيب زي أحمد الشيخ يسيب لعيب زي مؤمن يسيب لعيب زي حسين السيد يسيب لعيب زي عمر بركات يسيب لعيب زي صالح بمعة كلهم لعيب دوليين كلهم لعيب كويسين جدا وممكانياتهم كبيرة جدا ولكن الضرر الأكبر أن هم ينجون بالشكل ده وبالخدرات دي وقاعدين ما بلعبوه وقاعدين ده عيب مش عليهم هم بس نفسيا ده عيب على الجهاز الفني لأننا النهاردة ما فيش فريق في العالم بيتمارن عنده 37 أو 35 لعيب دي بتعمل عيب على مدير الفني في عملية اللعيب وهو من أكتر المهام بتاعة المدير الفني أنه هو يرايح لعيب نفسيا طب هيرياحه نفسيا إزاي وهو عنده بدل اللعيب عنده 4 أو 5 وبالتالي من هنا جات الفلسفة بتاعت دي وهنا اسمح لازكو يعني هي كانت عملية صعبة جدا وعملية شقة جدا بس لولا التنصيق بقى اللي حدوكوا تتكلم عنه ما بين لجنة الكورة ما بين كابتن حسام البدري ما بين سيد كابتن سيد عبد الحفيز في أن احنا إزاي نطلع وإزاي إن إحنا نجيب لعيبة وإزاي إن اللعيبة دي تبقى موجودة بشكل يعود بالفايدة عليهم وعلى النادي أدبيا وفنيا كلنا الرؤية الفنية اللي توصلتوا إليها كابتن زيزو اللي خلت مثلا مجموعة تخرج زي ما حدوك قلت عندهم طاقات كبيرة جدا بس العدد الأكبر منهم ما كانش بيشارك فكان طاقته معطلة إزاي ده أفضل للفريق في الفترة الجاي فنيا مع كمان خروج عنصر زي مؤمن زكريا إن شاء الله مع عودته هيبقى إضافة كبيرة جدا الفريق إنه كان بيشارك بالصفاء عملية التنصيق كان سهلة جدا يعني الجهاز الفني يجي قعد معنا في اللجنة الكورة واتنقشنا في كل الأمور وعرضنا الأسماء وعرضنا الملاكز وبناء على رغبة كابتن حسان قلنا ده ممكن يتم عارضه ده ممكن نجيب جل يعني نجلي باللعيف ده الفرقة ممكن تبقى لهيكلة بتاعتها هذا الشكل فكلنا اتفقنا عليها وتمت العملية بشكل الحمد لله حقق من وجهة نظر المكاسب كبيرة جدا سواء أدبية أو فنية أو مادية اللي أذكره هنا برضو إن العملية كانت صعبة جدا بصراحة من ضمن الناس اللي ساعدتنا جدا جدا وسهلت المأمورية معالي الوزير توركي علشيخ في الفترة دي كان وقف معنا وقفة كبيرة جدا وقدر إنه هو يساعدنا في عملية التنفيذ وبالتالي قدرنا إن احنا نحافظ على لعبتنا بشكل جيد وقدرنا إن احنا ندعم هل تقصد حضرتك هنا الإيجاد الفرص التسويقية المناسبة فنيا وماديا اللي لعبين ولا ناديا في الشك كان هو صاحب الفضل فيها اللي ساعدنا جدا جدا في إن احنا ننفذ اللي احنا عايزينه وإن اللعب يخرج بمقابل جيد وفي نادي مستوى عالي سنيا ويرجع ويجهز ويشارك ويباتقضى يعني أجر جيد عن الفترة دي ويفيدنا دي كمان ومنبيعش اللعيب احنا عملناها إعارة وإعارة بحيث أن فترة العارة دي النادي بياخدها تاني من اللعيب و3 مليون 650 ألف دولار يعني مقابل الإعارات دي رقم ضخي جدا فأنا عايز أقول إن هنا عشان كده هو ده المعنى اللي احنا وصننا له واللي أنا عبرت عنه إن احنا بفضل الله قدرنا نعمل التوازن الفني والمادي في عملية البيع والشراء والإعارة ويخرج اللعبين بحالة رضا مادي وفني عن فترات الإعارة طبعا وبعدين برضو أتحنا حاجة مهمة جدا بقى سيبك من الفلوس أتحنا حاجة مهمة جدا جدا لعدد كبير من اللعيبة لأن كلهم دوليين إن يبرز نفسه عشان خطر كاس العالم فدي برضو نقطة مهمة جدا يشارك ويحط نفسه في الصورة قدام المدير الفني مستفقرة فما ده المكسب الأدب اللي أنا أقص عليه المكسب فني وفي نفس الوقت هو كسب ماديا في نفس الوقت النفسية تصلحت أكتر تصلحت بالنسبة لللي راح عارة ويلعب برة وتصلحت أكتر بالنسبة للعيب الموجود أنا كنت لعيب وعارف اللعيب الموجود النهاردة يجي يقولك أنا هلعب يا طاري ما دشت جاي لا ده فيه فلان وفلان وفلان هل ممكن كمان مع تخمة النجوم قلت أنها كانت موجودة الفترة الفاتر وما زالت الحياة موجودة ممكن اللعب يلعب هو خايف من أي إصابة حتى لو جزعة بسيطة أو جزعة بسيطة لأن غيره على نفس المستوى بزرط إنما الحمد لله دلوقت الفريق عنده قوام بتاعه كويس قوي وعنده الاحتياطي بتاعه الكافي بدليل الفترة الفاتر مثلا علي معلول بيغيب بتلاقي العيب بدال وصبري مثلا فلان بيغيب بتلاقي البديل اللي بينزل بيبقى ليه تأثير كبير أحمد فتحي هاني باسم بالضبط دي برضو بتبقى فيها أريحية حتى للكابتن حسام والمدير الفني اللي موجود يعني الوفرة والنادي الأهلي مستوى دايما محتاج البودلاء على نفس مستوى المجموعة الأساسية ده متوفر رغم عدد كبير من النجوم اللي خرجوا زي ده عملية إنك إنت مثلا النهاردة بتيجي عملية التدوير بتتم الحمد لله دلوقتي بشكل جيد جدا دي برضو بتفرق كثير أول يعني بتلاعب أكبر عدد من اللاعبين بترايح اللعيب اللي هو عنده إرهاق أو عنده كذا فيه برضو رغبة كبيرة جدا عند الجهاز وعند اللاعبين في إنه هم يحاولوا يحافظوا على المعدل اللي عام الفارق ما بين المركز الأول والبطولة والبطولة لأن إحنا عندنا مفيش اعتراب الفوز بالبطولة إلا لما رسميا تحسن عدل النقط اللي موجودة في الملعب أقل من عدد النقط اللي عندنا مع الفارق إن الفارق خلاص يعني المباريات المتبقية ما تحصلش الفارق بسميا بالظبط هذه هتدي فرصة للجهاز الفني برضو إن شاء الله إنه يعطي عدد كبير جدا من الفرص للعيب آخرين اللاعبين اللي خرجوا هل هم فعلا في الحسابات يكن تنزيزوا طبعا في بعضهم كان أورادي في الحسابات وكان مطلوب لأنه محتاجينه جدا فنيا في تجربته خارج مصر حاليا والنجم مؤمن زكريا لكن أسماء تانية عماد متعب صالح جمعة ظروف الأسماء دي اللي هي دايما بيقول عنها الجمهور إنها أوراق ممكن تدفع بها في أوقات وإنها عندها الإمكانات الفنية بإجماع الأرائع هل هم عندهم فرصة للعودة والمشاركة بقوة مرة تانية لو مستواهم من خلال فترة الإعارة دي عيني الفرصة موجودة حسب الاحتياج وحسب حالة اللعيب برضو هتفرق كتير جدا وحسب المدة بتاعة العارة إن فيه لعيب طالع ستة شهور زي مؤمن ومتعب مثلا وفيه لعيبة طالع سنة ونص وإحمد الشيخ برضو طالع ستة شهور وإحمد الشيخ كما تعلم فالفرصة موجودة للكل ما فيش حاجة باي باي